حسناً، دعونا نتحدث عن آي ماك الجديد مثل ما تعرفون أن أبل قررت تغير من استخدام معالجات أنتل إلى استخدام معالجاتها الخاصة أبل سيليكون وبدأت باستخدام أول معالج لها وهو M1 من سنة 2020 وهذا المعالج خلتها بالماك ميني والماتبوك إير والماتبوك برو وبعدين خلت هذا المعالج بالآيباد برو الجديد 2021 وقررت تملي على هذا الأساس آي ماك جديد كلياً وهذا الشيء طبعاً رائع من أطول أنه ليس فقط تغير بمعالجها وأشياء الداخلية لكن نهمنا أن تضطينا ديزاين جديد بعد ما شكنا هذا الديزاين القديم للسنوات الطويلة وبصراحة أول ما شفت هذا الديزاين قلت واو أنه أبل غيرت وسوت في شيء مستحيل أو في شيء جديد كلياً يعني ليس من طبيعة أبل أنه تغير هذا التغيير الكبير لكن عندما تراجع الديزاين عن قربة ستشوف أنه فيه هواي شغلات قريبة للديزاين القديم أهمها طبعاً تصميم الشاشة أو واجهة الشاشة أو تشل ما للشاشة وهذا أكثر شيء كرهني بهذا الديزاين إضافة إلى الألوان اللي أنا صراحة ما أحب أستخدمها دائماً أفضل أستخدم ألوان بريميوم أوكي خلينا نحصل عن بعض التفاصيل الديزاين وأول شيء وأكثر شيء حبيته بهذا الديزاين هو الجهة الخلفية الجهة الخلفية اللي هي جداً جداً رائعة اللي يضطيك ألوان فاقعة اللي يضطيك بعض منافذ USB-C مع الأسف أنه فقط أربعة أو اثنين يعني البيسلين مع هذا الكمبيوتر إذا تأخذها سيضطيك فقط 2 Thunderbolt USB وإذا أخذت طبعاً أكثر اللي هو الأكثر من البيسلين سيضطيك أربعة وبعض المواصفات اللي راح نحن نحن عنها فيما بعد وبعد هنا عدنا الجانب الجانب جداً جداً رفيع إلى درجة أنه حتى ما تقدر تخلي به هيتفون جاك لأنه طول الهيتفون جاك هو 14 ملي متر بينما هو سمكة كلية 11.5 ملي متر وبعد هنا عدنا الجانب يشبه الأيباد برو مع الماجيك كيبورد فالدزاين جداً جداً حلو وسلس هذا يمكن لحد الآن أحسن شي شفته بهذا العيماك اللي هو دزاين من الجانب ومن الخلف المشكلة كانت من الأمام الأمام اللي ينطيك يعني دزاين كأنه هو القديم يعني رغم منه تغيير بحجم الشاشة من 21.5 إلى 24 هي طبعاً أمطاك مساحة أكبر بالشاشة فأمطاك أنه شعور أنه جهاز كبر لكن هو نفس الحجم بصورة عامة يعني أو شوية أكبر بالأبعاد لكن الحجم الشاشة صار عدنا أكبر والشاشة صار عدنا 4.5 كي لكن شدت تفضل أنه أشوف 5 كي أو 4 كي أفضلاً ما هاي الأربعة فاصلة 5 المهم الأبعاد مع الشاشة أوكي تمام المشكلة كانت بالشين تحت الشاشة يعني هاي المساحة اللي يتجو الشاشة هي كانت المشكلة لأنه نفضل أنه ديزاين فقط الشاشة بدون هذا الشين اللي يتجوها وحتى أنهم لم يجعلوا اللوغو أبل بهذا الشين حتى يحسسك أن الجهاز مختلف عن الجهاز القديم إذا تجي تشوف تقارم بينهم ما راح تشوف ذلك الاختلاف من الأمام راح يكون تقريباً نفس الشكل غيره البصص أو الحواب سواه بدل ما تكون سوداء صارت عدنا بيضة غيره الشين أو لون الشين بدل ما تتعاني لون رصاصي ساري يعتمد على ألوان الجهاز نفسه وشالوا اللوغو وصارت عندك ديزاين مختلف لكن بصورة عامة هو نفس الدزاين وبسبب إمكانيات الأمامان أنه أبل قد تتخلي كل هذا لجوه يعني تحت الشاشة وتحصرها كل ما مع السماعة وعمال كل ما تحتاجه سيكون لجوه تتأفضل أن الجهاز يكون أمتن أو أثقن حتى لو يصل 20 مليمتر ولا أن أشوف هذا الشين تحت الشاشة تتأفضل أن الشاشة فقط لا غير موجودة بالجهاز وما رح أشوف غير الشاشة أمامية لكن مع آسف هذا هو ديزاين الشكل الأمامي ولازم نتعامل مع هذا الدزاين لبقية هذه السنوات القادمة أتمنى أنه بالإيماك اللي هي النسخة الأكبر اللي رح تستبدل إلى 27 إنش وعلى الأكثر رح تكون 32 إنش أنه يكون الدزاين يختلف أنه يكون دزاين برو يعني بدل ما يكون عندنا هذا الدزاين اللي بيه حواف همنا ما زالت أكبر وهو هاي الألوان أنه ينطونا ديزاين أحلى ديزاين بريميوم مثل ما عندنا سلسلة البرو بالآيفون ينطونا هالدزاين البريميوم اللي يكون بدون حواف بدون تشين خلي يكون أثخن مثل ال XDR ديس بلاي مع الأبل خلي يكون أمتن مو مشكلة لكن بالنفس الوقت تكون مجرد شاشة لا غير والألوان تكون مو هاي الألوان الفاقعة وهي الألوان الباستيلي اللي من الأمام أنه تكون ألوان بريميوم يعني مثلا عندنا سبيرس كري أو عندنا يكون ذهبي أو يكون عندنا مثلا حتى لو سيلفر لكن تكون ألوان نوعرفها أنه تكون بريميوم تحسسك أنه جهاز بريميوم فهذا بالنسبة للتصميم بصورة عامة وأنه تصميم جديد تصميم حلو نوعا ما لكن مو لأي شخص مو لأي واحد يحب يستهدر وبالنسبة لي حبيت الظهر وحبيت الجانب لكن لم أحبيت الشكل الأمامي بهذه الحواق البيضة وبهذا التصميم والذي كان ممكن أتوقع يقدرون يخليه من ضمن الجهاز من ضمن الشاشة الخلفية أو خلف الشاشة ويكون الجهاز أمتن شوية أو حتى لو كان بضعف لكن بشكل أحلى سيكون من الأمام وبشكل أجدد نأتي الآن الأهم شيء والأساس من هذا الجهاز اللي هو الأموال الأموال اللي هو خلنا ومطعنا هذا الدزاين بسبب أنه حجم المعالج حجم كل الأشياء اللي رح تستخدمها رح تكون أصغر لذلك رح يكون عندنا كومباكت كل شكل كل موجود اللي جاوه وهذا الشيء رائع جدا المعالج الجديد سبق و جربناه سبق و شفناه بالماكبوك اير بالماكبوك برو بالماك ميني و رح نجربه بأكيد بالايباد برو إن شاء الله معالج جدا جدا قوي وهذا الشيء يعني أنه المعالج القادم رح يكون أفضل بهواية اللي ممكن رح نشوفها بالايماك 27 انج أو المحدث من 27 انج اللي رح يمكن يكون 32 انج الام 1 اكس او الام 2 مثل ما تسميه اللي رح يكون بأجهزتها قادمة اللي رح يكون بالأجهزة أقوى أكيد نتمنى نشوفها بشكل أقوى وإذا أفضل على رغم النوع الام 1 حاليا جدا 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 حلو بالمقارنة مع الانتل أو البيسلاين مع الانتل رح يكون جدا جدا قوي نأتي الآن لمحتويات الجهاز أول شيء لدينا الكاميرا 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 10 ATP رائع جدا لكن هي نفسة اللي موجودة حاليا بالايماك المحدث آخر اللي هو 27 انج 10 ATP بسنة 2021 جدا قليلة أتمنى أشوف 4K أقل الشيء 4K على الرغم من أن الامج بروسيسر مال الأموال سينطيها صورة أفضل وإمكانيات أفضل لكن أتمنى أشوف هالشيء أفضل من مجرد فول HD أتمنى أشوف كاميرا خصوصا لا تستخدمها حاليا في الأولاين كورس وما لذلك بسبب جائحة كورونا الشيء ثان أتمنى أشوفها بالكاميرا هو الفيس اي دي على الرغم أنه يوجد كيبورد بي تاتش اي دي لكن أتمنى أشوف الفيس اي دي بالايماك الجديد وهمنا أتمنى أشوف يكون الفيس اي دي موجود بسلسلة الجديدة لكن مع الأسف لا يوجد الفيس اي دي ممكن بالايماك الجديد يعني نحن حاليا بكل تمنياتنا على الايماك القادم أوكي ماكو بفيس اي دي كاميرا محسنة عن الجيل السابق لكن مو الأفضل مو الأفضل حاليا بالأسواق يعني مجرد تاني دي بي أوكي ممكن نقدر نتقبلها أضافة إلى أن المايك ستيريو صارت عدنا أفضل والسماعة صارت عدنا أفضل بهواي لأنه تدعم دولبي أتموس أو هذا الشعور الأصوات المحيطية فشاشة جدا رائعة إضافة إلى سماعة رائعة تقدر تستمتع بمشاهدة الأفلام وما لأ ذلك يعني بخاصية الدولبي أتموس وغيرها فصار عدنا سماعات مطورة كاميرا مطورة بالنسبة للايماك الباسلين طبعا جهاز جديد بشكل جديد شون تريد أكثر من هذا الشيء نحكي هسا على المنافذ المنافذ مال الجهاز طبعا أوكي هي حلوة ومو حلوة لأنه راح يطيك بالباسلين فقط هذا الشيء أوكي لا باسبي لكن لو أخذت أكثر من الباسلين اللي يبدأ سائغة من 1500 دولار طبعا هذا السائر على موقع أبل بالنسبة لأمريكا ممكن أن أسعارك تختلف مثل ما أقول وأذكر دائما ممكن تختلف من بلد إلى آخر لذلك أنه لو أخذت أكثر من الباسلين راح تحصل على منفذين أكثر وهم منفذين USB فقط يعني مجرد USB بدون Thunderbolt وهذا الشيء صراحة مو حلو صح أنه أنت عندك اثنين لكن ممكن تخطأ باستخدامه عندما يعدهم وراح تكون مجرد USB وشيء أتمنى يكون كليتهم Thunderbolt وهذا الشيء سببه أعتقد بسبب M1 اللي يمكنك أنه تستخدم بس اثنين Thunderbolt بدل الأربعة مثل ما شكنا بالMacBook Air والMacBook Pro فقط منفذين للThunderbolt بدل وجود أربعة لذلك هو مادياً المعالج يدعم فقط اثنين لذلك أعتقد M1X راح يكون به أربعة Thunderbolt وهذا همنا واحد من أشياء اللي تتمنىها بالاي ماك القادم الاي ماك الأكبر طبعاً شاء الله ثانية جتتمنى أشوفها اللي هو الSD كارك معمأسف ماكو SD كارك بالاي ماك الجديدة يعني راح نفطرها من يستخدم داندولز وما إلى ذلك جتتمنى أشوف هذا الشيء نتمنى همين نشوف هذا الشيء بالاي ماك الجديد كون أني واحد من الناس اللي استخدم هذا المنفذ تقريباً بشكل شبه يومي الناس اللي تصور الناس اللي تستخدم الفوتوغراف أو الفيديو أكيد راح تحتاج هذا المنفذ معلأسف مموجود وشيء الثاني الملاحوظ أنه هو منفذ الهيتفون جاك من الجانب بسبب أنه الجهاز جداً غفيع وقلنا أنه ما يستحمل وجود الهيتفون جاك اللي طوله يوصل 14 مم وعرض الجهاز كلية هو 11.5 مم فأكيد ما راح يستطيع تستخدم الهيتفون جاك من الخايف لذلك خليه من الجانب وأعتقد أنه هذا مكان أفضل بكل سهولة وهذا واحد من الإشياء الإيجابية بهذا الدزاين جديد أنه صارت لك سهولة استخدام المنفذ هيتفون جاك من الجانب هذا بالنسبة للمنافذ اللي موجودة على الجهاز النفسي أكون شيء آخر أو منفذ آخر ممكن يكون متوفر إذا أخذت 1500 دولار الآيماك اللي يبدأ بال 1500 دولار أنه منفذ الانترنت سيكون موجود بالمحولة المحولة اللي طوها دزاين جديد اللي راح تكون أكثر مما هي بلك سابقا كان لمجرد بلك والمحولة كانت تكون بالجهاز نفسه هسا راح تكون محولة واحدة مثل الماكبوك برو أو الماكبوك اير الجديد لكن المحولة تكون مربوطة في الوسط وتقدر تخليها على الأرض بشكل مسطح وهذا شيء جدا رائع راح يكون بها إضافة المنفذ الانترنت وهذا شيء جدا رائع أنه نشوف أنه مو تتطرح تتطرح تجيب كابل وتخليه بالجهاز لأنه راح يكون مجرد على الأرض أو مكان بعيد أنه ما راح يسوي لك مشاكل بالكابلات وما لذلك هذا شيء جدا رائع طريقة تفكير أبل في هذا الموضوع جدا رائع لكن مثل ما قلت أنه هذا ما موجود بالباسلين مثل وجود فقط منفذين بالباسلين ما لل USB Thunderbolt هذا موجود من 1500 دولار يعني ب 1500 دولار راح تحصل إضافة إلى منفذين لـ Thunderbolt راح تحصل 2 USB وراح تحصل إلى الانترنت إضافة إلى آخرت هذا الجهاز راح تحصل على ثمانية جي بيو بدل السبعة اللي يأتي بالباسلين يعني الـ M1 بسبعة جي بيو الباسلين منتا بعدين إلى صعاد أكثر راح تحصل ثمانية جي بيو وكيد أكيد هنا راح يكون الإداء أفضل الشيء الحلو همين بهذا الجهاز أنه صار عندنا نوعا ما مثل منفذ الماكسيف أو منفذ الطاقة اللي تستخدم بين الطاقة طبعا أكيد اللي هو ما للكابل ما للكهرباء راح يكون على شكل ممرنط يعني منتخلي من الخلف راح يكون بشكل ممرنط وهذا الشيء أنه راح يقعد بكل سهولة وهذا الشيء رائع جدا وتفكير أبل لكن ما عرفوا ليش ما اسموه ماكسيف لأنه ممكن قرروا أنه يستخدمون فقط ماكسيف للآيفون حاليا لكن الفكرة انه يسعى والحلو أنه الكابل بنفسه يجيب نفس لون الجهاز اللي تاخذها يعني راح يجي عندك كابل يكون شبيه باللون نفس الجهاز اللي راح تختارها هذا كل شيء بالنسبة للمنافذ والتصميم بصورة عامة وهذا نجي إلى إداء الكمبيوتر إداء الكمبيوتر مثل ما قلنا أنه يستخدم معالجات أموان فهذا سيكون جدا جدا حلو وسريع وسلس ومثل ما شكنا ديمون مع الأبل أنه يستخدمون تطبيقات بصورة جدا سلسة وسريعة سابق وجرابت هذا الشيء مع الماتبوك إير اللي سويت الإنبوكسن بالقناة ستحبين نشوفوه سوف أخليكم اللينك وهذا بصندوق الوصف معالج جدا قوي لكن يبقى هذا المعالج هو فقط بيسلين يعني تقدر تستخدمه إلى بعض الأمور تقدر تستخدمه مع بعض التطبيقات وأكيد راح أبل تطور من خلال السوفتوير اللي راح تدرعها في مؤتمر المطورين WWDC في الصيف القادم إن شاء الله اللي راح ينطي إمكانيات بعد أكثر لأن أبل دائما تطور من منتجاتها دائما تطور من خلال السوفتوير لأن هي شركة سوفتوير أكثر مما هي شركة هاردوير لذلك أعتقد الإداء راح يكون رائع لكن أكيد راح يقع إداء بيسلين يعني ما راح يكون إداء تقدر تتوقع من عنده هواي أشياء يعني ما راح تكون إداء تقدر تستخدمه للمونتاج بكثرة أو للفوتوشوب أو لما ذلك يعني فوتوغراف أو البرامج بثري دي أكيد راح يقدر يدعم كثير من البرامج وبإمكانيات معينة لكن مو احتراف في مئة بالمئة لأنه ما زال يستخدم فقط ماكسموم 16 جيكا بايت رام فأكيد M1X أو M2 القادم سيكون بإمكانيات أفضل بهواية مثل 32 أو 64 جيكا بايت رام فبصورة عامة إداء جيد وإداء راح لكن بإمكانيات بسيطة يعني ما لا يستخدم شخصي ما لا يستخدم منزلي ما لا يستخدم مكتني ما لا يستخدم دراسة ما لا يستخدم هذه الأمور الثانية للشغل لكن مو استخدام محترف لازم تخلونا بهذا الشي لأنه هو مجرد أي ماك استبدل سلسلة 21 ونص انج وصار 24 بشكل جديد بشكل أوكي عصري بألوان حلوة وبدزاين قد يكون يتقبل البعض وقد لا يتقبل البعض مثل أنه أنا تقبلت بعض الأمور وبعض الأمور ما تقبلتها وبمنافذ بسيطة كل اللي يحتاجه أي شخص عادي فأكيد راح يكون لاباس بي وبس هذا هو فيديو اليوم بختصر عن الآي ماك الجديد ورأيي بي أعتقد أنه اللي يريد الآي ماك الأفضل واللي عنده إمكانية أكيد ينتظر الآي ماك الآخر اللي راح يكون أفضل بهواية من هذا الآي ماك البسيط أو الباسلين مع الأموان طبعا الجديد وكل عادة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تساوموا اللايك تشتركوا بالقناة تفعلون زر الإشعارات حتى لا يفيدكم أي فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة